امر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نايب القائد الأعلى نايب الأول رئيس مجلس الوزراء أمر بتوزيع 4200 وحدة سكانية في كافة محافظات مملكة البحرين وذلك في إطار التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة البلك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه في توفير الوحدات الإسكانية وتوزيعها على المواطنين المستحقين من أصحاب الطلبات في جميع المحافظات ويأتي أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد ليضاف إلى أوامر سموه السابقة في هذا الشأن حيث تم توزيع 3000 وحدة سكانية وثم 3200 وحدة سكانية على مرحلتين خلال النصف الثاني من العام الماضي في إطار إيلاء البلف الإسكانية الأولوية في برنامج العمل الحكومي الذي تعمل على تنفيذه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه وقد تضمن أمر سموه الاستمرار بذات الوتيرة من الفعالية والالتزام التي تم بها تنفيذ المرحلتين السابقتين إذ أثمرت جهود الجهات المعنية بإنجازها في الإطار الزمني المحدد وقد أولى برنامج عمل الحكومة المشاريع الإسكانية لاهتمام كأولوية ضمن التوجيهات الملكية السامية وفي إطار الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يعزز استمرارية الخطى الواثقة للمسيرة التنموية الشاملة التي اختطها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والتي وضعت المواطن في صميم أسس التنمية في مختلف البرامج والمشاريع المتوافقة مع مبادئ الاستدامة والعدالة والتنافسية كأركان للرؤية الاقتصادية 2030 لتعمل على ضمان مصلحة المواطن وتحقيق المكاسب المستدامة وتوفير الخدمات الأساسية بما يلبي كافة احتياجاته